موسيقى حزب نداء تونس سيعلن فوز الباجي قائد سبسي بانتخابات الرئاسة في تونس وفريق المرزوقي يعترض موسيقى مسعود البرزاني يزور جبل سنجار بشمال العراق وقوات البيشمرقة تواصل معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية موسيقى وأوباما يبدي غضبه لقتل رجلي شرطة في نيويورك برصاص رجل سعى للانتقام لمقتل شبان سود بأيدي رجال شرطة بيض صباح الخير وأنا بكم على فرانس 24 والتي نبدأها من تونس حيث قال حزب نداء تونس أن مرشحه لالانتخابات الرئاسية الباجي قائد سبسي فاز بالدورة الثانية لانتخابات الرئاسة التونسية التي تنافس فيها مع الرئيس المنتهي ولايته محمد المنصف المرزوقي فريق المرزوقي اعترض على نتيجة واعتبرها استباقية ولا قيمة لها قبل صدور النتائج الرسمية التفاصيل مع سوار سويه احتفلت شوارع العاصمة التونسية بالخطوة الأخيرة نحو إقامة نظام ديمقراطي كامل بعد أربع سنوات تقريبا من الإطاحة بالنظام السابق فبعد أغلق مكاتب الاقتراح خرج مناصر كل المتنافسين لتخليد هذا الانتخاب التاريخي في البلاد الله إن شاء الله مبروك التونس على تونس وكهوة من انتباعاتي أنا المهم يشد أي واحد المهم تحية تونس تونس هي شاء الله والله شاء الله المهم عنا تونس وكهوة مهم ليش فيش كون يشد الحمد لله اليوم صارت انتخابات في تونس في كنف الشفافية والديمقراطية نشمال الشرق الجنوبة وكنا توينس وكنا نعبه بعضنا وكنا نخيره على بعضنا وتحية تونس وفي خطابه لمناصره أكد السبسي أيضا على الطي صفحة الماضي اليوم هو يوم بداية المستقبل وإن شاء الله نقولوا كل معذنا ونحييوا شعبنا نساء ورجال وبلد ونشكرهم على رفقتهم ونحييوا زاد الناس اللي صوتوا على منافسنا الدكتور المرزوقي ومن شرفة مقره الانتخابي هناء المرزوقي مناصره بفوز المصاري الديمقراطي في تونس نحيي انتصرت بأننا في آخر المطاف استطعنا بفضل جرابتنا أن نفرض بهاية تلك المهازم الانتخابية اللي كان نظام القديم يعملها بلغت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية 59% في مختلف أنحاء تونس فانتظر إعلان الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات عن نتائج الأولية للتأكيد أو تفنيد استطلاعات الرأي التي أشرت إلى تقدم المرشح الباجي قائد السبسي على منافسه المنصف المرزوقي زار رئيس قليم كردستان العراق مسعود برزاني الأحد جبل سنجار في شمال العراق قرب الحدود مع سوريا وذلك بعد أيام من إطلاق البشمرقة عملية عسكرية واسعة بدعم مكثف من طيران التحالف الدولي برزاني حية موصفه ملحمة تاريخية حققها المقاتلون الأكراد على حساب جهادي تنظيم الدولة الإسلامية التفاصيل مع خالد فرياشي على قمة جبل سنجار قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني تحيته لقوات البشمرقة الذين حققوا بحسب وصفه ملحمة تاريخية على حساب مقاتل تنظيم الدولة الإسلامية برزاني أكد أن انتصار قوته أمر لم يكن في الحسبان مدينة سنجار لم تكن جزءا من خطتنا أما الآن فمعظم مناطق المدينة تقع تحت سيطرتنا وبالنسبة لنا سوف نسحق تنظيم الدولة الإسلامية في أي مكان نجده فيه زيارة برزاني إلى جبل سنجار تأتي بعد أيام من إطلاق المقاتلين الأكراد عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية شارك فيها ثمانية آلاف مقاتل بحسب مجلس الأمن القومي الكردي ودعمها طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن المعلومات التي نتلقاها من الاستخبارات لدينا تمر مباشرة إلى قوات التحالف فتقوم بالقصف أمس مثلا قصفت بدقة قافلة من السيارات فقتل قائد من تنظيم الدولة الإسلامية ولحظ أن قافلته كانت متجهة نحو سنجار قوات التحالف كلما جاءتها المعلومات عن شخص ينتمي إلى التنظيم قصفته على الفور ويشار إلى أن المعاناة التي تعرب لها الأيزيديون على أيدي مقاتلي تنظيم المتشدد شكلت إحدى الأسباب المعلنة لتشكيل الولايات المتحدة تحالفا دوليا بدأ في آب أغسطس الماضي بتوجيه ضربات جوية ضد التنظيم وصل علي لارجاني رئيس البرلمان الإيراني إلى دمشق لإجراء اجتماعات مع المسؤولين السوريين في أول محطة ضمن رحلة إقليمية رسمية تشمل ثلاث دول وهي سوريا ولبنان والعراق تفاصيل معي ساريوب رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني التقى في دمشق برأس النظام السوري بشار الأسد بعد لقائه بنظيره محمد جهاد اللحم المحطة السورية هي الأولى لارجاني في جولة تشمل العراق ولبنان أيضا مواضع أساسية تطرق إليها رجلان كضربة إسرائيلية محتملة على سوريا والموقف التركي من تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها لارجاني أعرب عن دعم بلاده للجهود الهادفة لدفع الحوار الوطني بين السوريين بعيدا عن التدخلات الخارجية بحسب تعبيره أما وكالة الأنباء الرسمية السورية فقد نقلت عن لارجاني قوله إن الهدف من زيارته إلى دمشق هو إظهر الدعم ومواصلة التعاون مع الحكومة السورية فيما يتهم معارضون سوريون الأسد بأنه وضع البلاد تحت ما يسمونه بالاحتلال الإيراني زيارة لارجاني تأتي في سياق تعظم الحديث عن مبادرات للحل السياسي في سوريا إيران لا تزال الحليف الأقوى للنظام الأسد الذي يخوض حربا ضد معارضه في سوريا لكن اقتصاديين قريبين من النظام حذروا من أن انخفاض سعر البترول قد يؤثر على الدعم الإيراني وكانت إيران قد استقبلت في الثامن من ديسمبر كانون الأول الجاري وزير الخارجية السوري وليد المعلم ثم استقبلت بعده بأسبوع فقط رئيس الوزراء السوري وإلا الحلقي قال مسؤولان أحدهما مصري والآخر فلسطيني أن السلطات المصرية فتحت معبر رفع حال حدودين مع قطاع غزة الأحد من الاتجاهين للمرة الأولى منذ نحو شهرين ولمدة يومين التفاصيل مع طرق عرار بعد الإعلان عن فتح معبر رفع ليومين من قبل السلطات المصرية تجمع الألاف من الفلسطينيين بإحدى القاعات الخارجية على الجانب الفلسطيني من المعبر أملا في العبور إلى الأراضي المصرية فهناك من هم في أمس الحاجة للسفر خصوصا المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية الذين كانوا في زيارات لعائلاتهم وشرفت إقامتهم على النهاية فتح المعبر ليومين وليساعات محددة فقط سيسمح بالسفر لنحو خمسة آلاف شخص في أحسن تقدير وهو أمر غير كاف على الإطلاق بحسب ما يؤكد الجانب الفلسطيني العاليكون سواء في الجانب المصري أو الفلسطيني يطالبون بضرورة فتح المعبر لعدة أيام وبشكل أطول حتى يتم السماح لهم بالسفر فهناك ما لا يقل عن ثلاثين ألف فلسطيني في غزة ينتظرون العبور إلى الجانب المصري إضافة إلى الآلاف أيضا في الجانب المصري ينتظرون العودة إلى قطاع غزة الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة فلسطيني منعوا من العودة إلى ديارهم منذ إغلاق المعبر في الخامس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر الماضي سادت حالة من الغضب والصدمة مدينة نيويورك بعد مقتل الشرطيين أثناء عملهما برصاص رجل قال إنه يسعى للانتقام لمقتل شبان سود بأيدي رجال شرطة بيض الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصل بمفوض شرطة فيلادلفيا شارلز رامسي للتعبير عن غضبه بشأن قتل الشرطيين في مدينة نيويورك ومعي من واشنطن مراسل الفرنس محمد سعيد الوافي أهلا بك محمد إذن الشرطة الأمريكية تتحد أكثر من أي وقت مضى وتدعو إلى التظاهر ضد ما يمارس بحقها حسب ما تقول من أعمال عنف هل العلاقة أو هل نحن أمام علاقة جديدة أو إعادة صياغة للعلاقة بين الشرطة الأمريكية والمواطن الأمريكي؟ بكل تأكيد بدأت تظهر ملامح هذا النقاش الوطني اليوم نقرأ على صفحات أولى من جريدة الهافينغتون الحوار الذي أجرته قناة فوكس نيوز مع رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري أنه يتهم الرئيس باراك أوباما بتجييش وتهييش الشارع الأمريكي خلال الأربعة أشهر الماضية تحت شعار علينا أن نكره رجال الشرطة اتهمه قائلا بأن هذا التجييش في إطار ما سماها أوباما بعملية المصالحة أو تقريب وضيق الجسور بين المجتمع المدني ورجال الأمن يتهمه جولياني بأنه كان يجيش الشارع لنتضح على أن كل المبررات التي قدمها الرئيس الأمريكي من ضرورة وجود كاميرات وضرورة وجود حماية لرجال الأمن سوف تجد طريقها إلى التحقق هذه الجريمة فعلا جريمة تخدم الأجندة السياسية بالدرجة الأولى لمن كان يطالب بضبط الشارع وتقليل التسلح وغيرها من الملفات نعم أشكرك محمد سعيد الوافي مرسل فرانس 24 كنت معنا من نيويورك وإلى ملف آخر قالت السلطات الفرنسية أن الشرطة اعتقلت رجلا مساء الأحد يعاني على الأرجح خللا عقليا بعد أن دهس عمدا نحو 12 من المرة في مدينة ديجون بشرق فرنسا ما أدى إلى إصابة اثنين منهما بجروح خطيرة وهو يهتف الله أكبر هذا الاعتداء يأتي غداة مهاجمة شخص مركزا للشرطة في مدينة أخرى وسط فرنسا وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة وهو يهتف أيضا الله أكبر قبل أن يقتل برصاص الشرطة الفرنسية ومع هذا الخبر لا تنتهي النشر ألقاكم بعد قليل شكرا لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر